السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نحل التمارين 4142434 من كتاب النشاط للصف العاشر اول سؤال يقولك اكمل الفقرة الاتية باستخدام كلمات تختارها فقط من القائمة ادنى يعد البترول المسجر الرئيسي للمركبات العضوية وهو مخلوط من هيدروكربونات تكونة طبيعية تعد الهايدروكربونات مركبات تحتوي فقط على الكربون والهايدروجين وهي توافرة بكثرة بسبب قابلية ذرات الكربون على تكوين روابط فيما بينها لتشكيل سلاسل طويلة يمكن تصنيف الهايدروكربونات ضمن عائلة من المركبات التي تمتلك الصيغة نفسها والتي يطلق عليها اسم سلسلة متجانسة تتوفر سلاسل من الهايدروكربونات تكون فيها الروابط تساهمية بين ذرات الكربون في القزيء رحادية فقط وتعد هذه الهايدروكربونات مشبهة ويطلق عليها تسمية الكانات ويمتلك أبسط هذه الهايدروكربونات المشبهة صيغة CH4 ويسمى الميثان وتدوفر أيضا هيدروكربونات غير مشبهة تحتوي على رابطة كربون ثنائية وثلاثية واحدة على الأقل وتنتمي هذه المركبات التي تحتوي على قزيئات الرابطة الثنائية لعائلة الكينات التي تمثل سلسلة متجانسة أخرى من الهايدروكربونات ويمتلك أبسط مركب في هذه العائلة من الهايدروكربونات الغير مشبهة الصيغة C2H4 ويعرف باسم الـ ETH يتم اختبار الهايدروكربونات الغير مشبهة بإضافة عينه منه إلى الماء البروم الذي يتغير لونه من البروتقالي إلى عديم اللون أما باقي يوضح القدوة الأدنى الأسماء والصيغة القزيئية ودرجات الغليان لأولى المركبات السلسلة المتجانسة للهايدروكربونات غير مشبهة يكمل القدوة بملئة الفراغات طبعا نبدأ بالـ ETH وصيغة القزيئة C2H4 ودرجات غليانه سالب 102 أما البروبين C3H6 ودرجات غليانه سالب 48 ثم البيوتين صيغته القزيئة C4H8 ودرجات غليانه سالب 7 ثم البنتين صيغته القزيئة C5H10 ودرجات غليانه 30 أما الهكسين له C6H12 درجات غليانه ما بين 58 إلى 62 ولام مع التمرين 4-2 الهايدروكربونات الغير مشبه ألف يقولك الكينات هي سلسلة متجانسة من الهايدروكربونات غير مشبهة أذكر خاصيتين تملكها سلسلة الكينات تمتلك أفراد السلاسل المتجانسة الصيغة العامة نفسها وتخضع لأنواع التفاعلات الكيميائية نفسها أما الاثنين يقولك إذكر الطريقتين يختلف فيها مركبات متتاليا من سلسلة متجانسة أحدهما عن الآخر تختلف أفراد العائلة المتتالية أحدهما عن الآخر بوحدة CH بين الصيغة الجزئية المكون لاحق والصيغة الجزئية المكون سابق وتظهر تدرقا في الخصائص الفيزيائية أما الثلاثة يقولك الإيثين هو الأول في عالة الكينات وهو يحتوي فقط على ذرتين من الكربون أرسم المخطط النقطي للإيثين مبينا فقط للإلكترونات الخارجية للذرات المشاركة مثل ما تلاحظ هذا هو الإيثين لدينا ذرتين كربون وأربع ذرات هيدروجين وكلهم مرتبطات برابطة تساهمية أما با يقولك لماذا لا يمكن تكوين الكين من ذرة كربون واحدة فقط لأن الكينات تكون رابطة ثنائية بين ذرتين كربون وكربون ولا يمكن الهيدروجين تكوين رابطة ثنائية مع كربون الكحولات أربع يقولك يتفاعل إيثين مع بخاء مع البخاء عفوا مع الكربون عفوا لا توقع هنا كلمة الكحولات فرح تكون لقابة لأن الكينات تكون رابطة ثنائية بين ذرتين كربون وكربون ولا يمكن الهيدروجين تكوين رابطة ثنائية مع الكربون أما السؤال الأربع يقولك يتفاعل إيثين مع بخاء الماء لإنتاج الإيثانول إلى أي سلسلة متجانسة ينتمي الإيثانول طبعا الكحولات أما با يقولك اكتب معادة رمزية موزونة باستخدام الصيغة الجزية لتفاعل إيثين مع بخاء الماء طبعا CH هو قاز زائد H2O اللي هو قاز أيضا يعطينا اللي هو CH عفوا طبعا المعادلة اللي راح تكون C2H4 هذا قاز زائد H2O قاز يعطينا C2H5 أو H هذا قاز أيضا أما السؤال يقولك يتفاعل كتابة المعادلة في الجزئية باستخدام الصيغة البنائية طبعا مثل ما تلاحظ C2H4 زائد H2O يعطينا اللي هو اللي هو C2H5 أو H أما دال يقولك ما الشروط الثلاثة اللازمة لحدوث هذا التفاعل طبعا أن تكون درجة الحرارة آآ ثلاثة آلاف والضغط ستين اي تي ام وحمض الفوسفوري كعامل حفز أما السؤال أما با يقولك الليمونين الهايدرو كربون غير مشبع مشبع وعديم اللون يوجد في البرتقال والليمون يظهر تركيب الليمونين في الرسم التخطيطي المقابل واحد يقولك على الرسم التخطيطي للتركيب الليمونين ارسم دائرة حول كل من الروابط التي تجعلها هيدرو كربون غير مشبع طبعا مثل ما تلاحظ أن الرابطة الثنائية هي التي تجعلها هيدرو كربون غير مشبع أما اثنين يقولك ما صيغة الجزائية الليمونين طبعا سيتين اي تي ستاش ثلاث يقولك على الرغم أن الليمونين هيدرو كربون غير مشبع لأنه ليس جزء من السلسلة المتجانسة للكينات باستخدام الصيغة الجزائية من الجزائية اثنين اشرح سبب عدم تصنيف الليمونين كالكين هي قبل أن تمتلك الكين الذي يحتوي على عشر ذرات كربون الصيغة الجزائية في حين الليمونين يمتلك الصيغة الجزائية سيتين اي تي ستاش أما أربعة يقولك هي كم يمكن أن يتفاعل الليمونين مع غاز الهيدروجين لإنتاج مركب واحد ما نوع التفاعل الذي يحدث بين الليمونين والهيدروجين طبعا اللي هو الإضافة باقي يقولك ما عدد مولات الهيدروجين التي تزال تتفاعل مع مول واحد من الليمونين طبعا اثنان قيم يقولك ما نوع الهايدروكربون الذي سينتك عن تفاعل ليمونين مع الهايدروجين طبعا هيدروكربون حلقي أما السؤال الخامسة عفوان يقولك يمكن لليمونين أن يتفاعل بسهولة مع ماء البروم مما يثبت أنه مركب غير مشبع صف التغير في اللون الذي يحدث عند إضافة بضع قطرات من الماء البروم إلى فاض من الليمونين طبعا راح يتحول من اللون البرتقالي إلى عديم اللون أما با يقولك استخدم الصيغة الجزائية لكتابة المعادلة الكيميائية الموضوع الالتفاع الليمونين مع البروم طبعا راح تكون C2H16 زيتو بي أر 2 يعطينا C2H16 بي أر 2 أما التمرين 3 أربع يقولك اكمل قدوة الأدنى طبعا ما أعطينا نحن أول شي عدنا اسم الهايدروكربون عدنا البروبان والبروبين الصيغة الجزائية الهايدروكربون طبعا البروبان C3H6 والبروبان C3H8 والبروبين C3H6 أما الكتل الجزائية النسبية الهايدروكربون طبعا البروبان 44 والبروبين 42 والصيغة البنائية الهايدروكربون طبعا هي الواضحة أمامك ثلاث ذرات من الكربون وثمانية من الهايدروكين وهنا البروبين ثلاث ذرات من الكربون أيضا لكن توقع الرابطة ثنائية وست ذرات من الهايدروكين أما لون ماء البروم بعد رجه مع الهايدروكربون طبعا البروبان برتقالي والبروبين عديم اللون بقى يقولك يوعد البروبان مكونا مهما للوقود واحد اكتب المعادلة اللفظية لاحتراق البروبان بوجود وفرة من الأكسجين طبعا بروبان زاد أكسجين يعطينا ثاني أكسجين للكربون زاد ماء السؤال ثنان يقولك اكتب المعادلة الرمزية الموزونة للتفاعل من قزئية واحد مع الرمز الحالة الفيزيائية طبعا راح تكون ثري اتش ايت غاز زاد فايف او تو غاز يعطينا ثري سي او تو غاز زاد اربع اتش تو او أما ثلاثة يقولك استخدمي يقابتك لعطاء عدد مولات الماء الناتجة عند احتراق عند حرق ثلاثة مولات من البروبان في الفاظ من الوقسجين طبعا اثناشر مول من الماء أما السؤال قيم يقولك تشارك الهايدروكربونات غير مشبع في التفاعلات الاضافة اكتب المعادلة اللفظية للتفاعل البروبين والهايدروجين طبعا بروبين زاد هيدروجين يعطينا بروبان اما السؤال اثنين يقولك اكتب باستخدام الصيغة البنائية المعادلة الكيميائية للتفاعل في القزئية واحد طبعا راح تكون اللي هي بروبين زاد هيدروجين راح يعطينا اللي هو البروبان ومثل ما تلاحظ هذا هو الرسم البنائي اما السؤال الثلاثة يقولك اكتب المعادلة الرمزية للتفاعل بين البيوتان والماء طبعا سي فور اتش ايت زاد اتش تو او يعطينا اللي هو سي فور اتش ناين او اتش اه السؤال الارباء يقولك اكتب باستخدام الصيغة البنائية المعادلة الكيميائية للتفاعل في القزئية اثنين مثل ما تلاحظ عندنا سي فور اتش ايت زاد اتش تو او يعطينا سي فور اتش ناين او اتش اما دال يقولك تمثل الاشكال المختلفة من الغازات المعباة لاستخدام الرئيسية الغاز البترول المسال يمكن استخدام هذا الغاز لطبخ الطعام وخاصة في الرحلات وهو يحتوي على البروبان او البيوتان المعباة تحضر في العبوات واحد يقولك انقص بحثا على الانترنت لمعرفة اين من هذين الغازين يعطي كمية اكبر من الحرارة عند انطلاق من كتلة معين الغاز تكون حرارة الاحتراق لنفس الكتلة من البروبان والبيوتان بوحدة كيلو جول كيلو جرام متقاربة جدا ولكن عند مقارنة بينهما بوحدة كيلو جول الى المول فان البيوتان ينتقى طاقة احرارية اكثر من البروبان اما اثنين يقولك بالنسبة لمخالية غاز البترول المسالة المعباة يتم تغيير نسب البروبان والبيوتان وفقا لمخلوق تحصب وفقا للمواسف ويفضل استخدام احد الغازين في الشتاء واستخدام الاخر في الصيف ويبحث عن طبيعة هذا التفضيل وسببه يحتوي مزيق غاز البترول المسال المستخدم في الشتاء على نسبة اكبر من البروبان مقارنة بالبيوتان لان البروبان يمتلك درقة غليان ادنى وبالتالي في انه يتبخر بشكل افضل عند درجات الحرارة المنخفضة والان مع التمرين اربع اربع يقولك يوضح الرسم التخطيطي الاتي عملية التقطير لقسي البترول اكمل القدوة لدنا بكتاب الاسماء الاستخدام الرئيسي لكل المشتق بيترو كيميائي طبعا عندنا ايه غازات مصافي التكرير ويستخدام وقود للتتفياء والطبخ اما بيه الجازولين وهو قود للسيارات وسيه هو النفاثة صناعة بعض المواد الكيميائية وديه هو زيت الديزل او زيت الغاز وقود لمحركات الديزل للشاحنات وايه هو الاسفلت هو صناعة القطران او القار لتعبيد الطرق باقي يقولك يعرض القدوة لدناه نسبة المؤوية الكتلية لبعض المشتقات البترولية كما يعرض غيرا حاجم الطلب على كل مشتق من هذه المشتقات كنسب مئوية ما الخاصية الفيزيائية المستخدمة لفصل مكونات البترول بالتقطير القزيط طبعا درجات الغاليان المختلفة للمشتقات اثنين يقولك باستخدام القدوة لارسم المخططات الشريطية لكل من النسبة المؤوية في البترول مقابل عدد ذرات الكربون والنسبة المؤوية لطلب مقابل عدد ذرات الكربون يقب عليك رسم المخططات الشريطية لكل اعداد ذرات الكربون اللي قانب بعضها بعض طبعا مثل ما تلاحظ اللي باللونة داكن يقولك النسبة المئوية في البترول مقابل عدد ذرات الكربون وباللون الفاتح هو النسبة المئوية للطلب مقابل عدد ذرات الكربون مثل ما تلاحظ من واحد الى اربعة عندنا اول شيء اللي هو غازات مصافي التكرير مثل ما تلاحظ النسبة المئوية في البترول مقابل عدد ذرات قليلة بالنسبة للنسبة المئوية للطلب ومن ثم الجازوليم مثل ما تلاحظ ان النسبة المئوية ايضا الطلب اكثر من اللي هو النسبة المئوية في البترول مقابل على الذرات الكربون اما النفاثة تتقارب النسب نوعا ما اما بالنسبة لزيت الديزل الطلب اقل من النسبة المئوية في البترول اما بالنسبة للاسفيلت فهو النسبة المئوية في البترول تكون كبيرة اما الطلب قليلة السؤال جيم يقولك من القدوة الوضح اي من هذه المشتقات تعدى اكثر طالبا بشكل عام طبعا المشتقين بي وسي المشتقان الذي يحتويان على تسعة وعشرة من عشرة الى ارباطعشر ذرة كربون لكي جزي لكل جزي يشمل هذه المشتقان الجازوليين والنفاثة اما اثنين يقولك اين من هذه المشتقات تعدى لقل طلبا طبعا الشمع والمشتقات لاسفيلت وهو لقل طلبا اما السؤال ده يقولك عرف مصطلح التكسير الحراري التكسير الحراري هو تفكيك الهايدروكربونات ذات سلاسل طويلة الى الكعنات والكينات ذات سلاسل اقصر او هايدروجي اما ها يقولك استخدم المعلومات الواردة في الجزول صفحة 64 لتشرح اهمية عملية التكسير الحراري في مصفات التكرير النفطية لتلبية العرض والطلب على المشتقبي يعد الطلب على المشتقبي من البترولة على منع العرض هناك طلب اقل على المشتقات ذات سلاسل اطول لذا يتم تكسيرها لانتاج زي ادات سلاسل اقصر الموجودة في الجزئية بي والتي يوجد الطلب اكبر عليها وهو يقولك يمكن تكسير الديكان او الكان السائل الى هيدروكربونات اصغر يوضح الشكل التالي جزء من جهاز المستخدم لتكسير الديكان الحراري في المختبر واحد يقولك اكمل الشكل لتوضيح كيفية جمع الغاز واثنين يقولك ضاع السهم على الشكل يوضح موقع تسخين انبوبة التسخين مثل ما تلاحظ تكملة الرسم كالآتي عندنا اللي هو حوض فيه ما وصمام بنزين وعبوة غاز وايضا لدينا غاز اما بالنسبة للتسخين فهو هنا يوجد التسخين فيه اللي هو الانبوب الاصغر اما السؤال ثلاثة يقولك ما الغرض من استقنام اكسيد الاليمونيوم اكسيد الاليمونيوم عام الحفاظ طبعا اما السؤال اربعة يقولك لحظة توقف التسخين تزال انبوبة التوصيل من جزء الشكل الذي رسمته لتقمية الغاز لماذا يتم ذلك لمنع الارقاع يعد ذلك امرك خطيرة لانه قد يتم سحب الماء البارد داخل الجهاز الساخن اكمل معادلة تكسير الديكان وسم الغاز الناتق طبعا عندنا C10H22 راح يعطينا C8H8 زاد 4H2C عفوان طبعا راح يكون C10H22 يعطينا اللي هو C8H18 زاد C2H4 ورح يكون ديكان يعطينا اوكتان زاد ايثين ستة يقولك تم اختبار الغاز الناتق في الجزئية خمسة مع ماء البروم الذي تحول الى عاديم اللوني لماذا يشير هذا الاختبار يعد هذا الاختبار ايجابيا لان الكين يعني ايجابيا لالكين يغير مشبع يقولك سبع مانوع التفاعل الذي يحدث خلال اختبار هذا الغاز تفاعل اضافة وازا اخذ سؤال يقولك يمكن تكسير الهايدرو كربون لصنع الايثين والبروبين والبيوتان والهايدرو كربون اخر يكتب المعادلة الرمزية الموزونة لهذا التفاعل مستخدما الصياغ القزية طبعا سي M 15 H 32 يعطينا去 C2H4 ذاد C3H6 ذاد C4H8 ذاد C6H14 ونكون هنا انتهينا من حل التمرين 4.1-4.2-4.3-4 sick irland Serais الاستماع ولا تنسوا الاشتراك في القناة.